إذن الذهب يحلق في مساويات قياسية جديدة 2050 دولار للأنصة ورولا التراونة معنا في هذه الأثناء ترصد ذلك رولا يعني دعينا نبدأ من الاقتصادات العالمية امتهاءا برولا التراونة إذا كان لديك خطط لشراء الذهب لا شك في أنها ستتأجل ستتبخر أكتفي بما لدي الآن الحمد لله سأعود عندما يلامس من جديد 1800 دولار مش مستعجل على الشيء إذن ستعودي بعد حين سأعود بعد حين نعم أسعار الذهب تشهد قفزات بسبب عوامل عدة الحرب وحدة ليست المتسبب الرئيس في الدخول لملاذ الآمن الذي ارتدع باقته كملاذ آمن مجددا نحن نتحدث عن أسعار ذهب لامست الـ 2069 دولار للأنصة خلال تداولات الأسبوع الفائت قبل أن تعود من جديد وتلامس مستويات الـ 2050 دولار هي أعلى مستويات منذ أغسطس 2020 هذه المستويات يقدر لها أن تستمر طالما الظروف الحالية ستستمر خلال هذه الفترة ولكن يتوقع للذهب أن يعود إلى مستوياته عند الـ 1800 دولار للأنصة والتي بقي عالق فيها لأكثر من عام كامل خاصة بعد انتهاء موجة جائحة كورونا وأتحدث هنا عن بداية 2021 ولا أقصد في انتهاءها يعني انتهاءها بالكامل وإنما انتهاء أثارها الأسباب التي دفعت أسعار الذهب للارتفاع عامل الخوف بعد فرض حضر على استيراد النفط من روسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذا يؤجج المخاوف بشأن أسعار النفط العالمية التي ستعود للارتفاع ارتفاع النفط يعني زيادة في التضخم زيادة في تضخم الأسعار واللجوء دائما للذهب الذي يمتص هذا التضخم بعد تراجع أسعار صرف العملات بدافع التضخم فنجد أن الذهب هو حافظ للقيمة أكثر نموط طباط الاقتصاد العالمي ما تنبئ به الأيام القادمة أيضا يجد الكثيرين أن الذهب اليوم ملاذ آمن زيادة الطلب على المعدن الصرفار كما ذكرنا هذه الأسباب على الرغم يعني الذهب يتجه إلى كونه ملاذ آمن مع هذه الأسعار والقفزات على الرغم من سببين عندنا الدولار مرتفع لأن أسعار الفائدة سيتم رفعها كما حسم الأمر جيروم باول وسبب آخر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ولكن يخالف الاتجاه الذهب كالمعتاد ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا